مساء الخير أعزائي المشاهدين في أولى حلقاتنا من برنامج حوال في حلقتنا اليوم رح نحكي عن منتج يعنى بالبشرة ويخص كل فئات الشباب والسيدات المنتج طبعنا مثل ما عم بتشوفه هو الترو لايت وأكيد أنا المنتج ده استعملته استعمال شخصي لمدة ثلاث أسابيع ولقيت نتيجة جدا جدا فعالة مثل ما عم بتشوفه الباكتجينج طبع المنتج ده اللوجو الباكتج كتير كتير راقي كتير حلو وهيدي العلبة طبعنا ديمكن فالعلبة بتجي هيكي بتنفتح سهلة الانفتاح وكتير حلوة باري كلاسي المنتج بروديوسد انتج بإيطالي والانجريدينس طبعه المكونات بجرمن بألمانيا متل ما عم بتشوفه العلبة كتير حلوة وكتير عملية منحط يعني القطرة اللي نحنا أو النقط اللي بدنا نستعملها بوشنا المنتج ده عبارة عن سيروم السيروم الاستعمال الليلي منستعمله كل الليلة اكيد بعد ما ننظف البشرة طبعنا تنظيف عميق من حتى السيروم السيروم يحتوي على فيتامين سي على فيتامين اي الشياء باتر الفيروليك اسيد والهيرولونيك اسيد كلنا بنعرف انه المكونات هايدي كلها مهمة كتير لتحفيز البشرة ومهمة كتير للتجعيد ببشرتنا طبعا هيدا المنتج الاساسي طبعنا اللي هو السيروم بنرجع كروتين عنا المنتج الثاني والاهم هو الويتونينج الجل الويتونينج مهم جدا لكل انواع البشرة وخصوصا للسيدات يلي عندها مشاكل بالتصبغات بوشها او عندها نمش بالوشها او بقع ذاكنة هلا انا شخصيا كنت عمعاني من هالمشكلة انه كان عندي بيجمنتيشن البيجمنتيشن متل ما كنا بنعرف التصبغات عندها بتطلع لسيدات يعني جراء الحمل او من اشعة الشمس فشخصيا انا جربت المنتج اكيد النتيجة بتكون من اسبوعين لثلاث اسابيع ما رح نشوف نتيجة فورية بتبلش البقع تخف شوية شوية المحتوى الجل يحتوي الجل على فيتامين سي فيتامين اي الالوفير كتير مهم للترطيب الالموند اويل والكوكيومبر يلي هو الخيار يعني المقوينة كلها بتساهم في تفتيح البشرة وكمان نعرف نحنا كل ما نستعمل نحنا ويتنينج يلي هو عبارة عن مثل ما بنقول نحنا عن بيلنج البيلنج بيتسبب في جفاف البشرة وتقشيرها فمهم جدا انه نستعمل معه كريم للترطيب هلا البروداكت التالت اللي عندنا ياه المنتج التالت يلي هو السام بلوك السام بلوك هو الواقي ضد الشمس كتير مهم يعني هيدا المنتج من اهم المنتجات بين هون الاثنين لانه بله هو ما رح نلاقي نتيجة اذا استعملنا السيروم واستعملنا الجل بلى السام بلوك كأنه ما عملنا شي فالتعرض للشمس قبل ما نظهر برا لكل سيدة قبل ما تظهر من البيت لازم تحط السام بلوك مينموم قبل من نصف ساعة ومتل ما نحنا بنعرف مش لانه نحنا عم نتعرض دايركت للشمس بس بهيد الحالة بنحط فيها السام بلوك لا حتى لما تكون السيدة مثلا عم بتسوق سيارتها ومسكرة مثلا الشباك تبع السيارة الاشاعة الشمس بتفوت من الزجاج عفوا فبالتالي بتأثر عن بتأثر على البشرة حتى هي ببيتها فاتحة الشباك تبع البيت مثلا وقاعدة الاشاعة بتفوت دبدبات الشمس بتفوت من الزجاج لذلك لازم بكل أوقاتها بتحط السام بلوك كاستعمال يومي فيها تحطه حتى كبرايمر قبل الميكب طبعا السام بلوك هو بينحط للوش والجسم وبينحط مرتين أو الاستعمال بيكون كذا مرة كل ما تتعرض للشمس يعني فيها إذا هي قاعدة مثلا بالبحر بتستعمله كل ساعة فنحنا هيك بنكون حكينا عن الروتين اللي هو عبارة عن السيروم عن اللوشن وعن الجل الاستعمال طبعا لكل منتج مش بس لمنتجنا يكون استعمال على المدى الطويل لنلاقي نتيجة لأنه إذا استعملنا فترة وقفنا ما رح يكون في عنا نتيجة نهائيا ما رح نشوف الريزولت اللي نحنا بدنا إياها هلا طبعا في نقطة كتير مهمة إنه إذا استعملنا هيدا المنتج ما لازم نستعمل معه منتج تاني عشان نشوف النتيجة ونتأكد إنه نحنا وصلنا للي بدنا إياه من وراء هيدا المنتج إذن إن شاء الله نكون قفتكن وعطيتكن معلومات كافية عن المنتج تابعنا وهيكي إنه نحنا منكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم إن شاء الله المعلومات كانت كتير مفيدة لإلكم كلكم واستنونا إن شاء الله في الحلقة القادمة من برنامج حواب مع السلامة شكرا